بقول لسيد بلينكين وبقول لخارجية الأمريكية وبقول لسفارات الأمريكية الموجودة أنه جميل جدا أن تبحث الإدارة الأمريكية على حق التجري والستة مليون مواطن من عرقية التجري وما يدور من تطهير عرقي بينافي حقوق الإنسان وبينافي وبينافي ويتنافى أيضا مع أن أبي أحمد الحليف الأمريكي وأنه الرجل الأمريكي في إثيوبيا وبيحصل أو بيحمل جائزة نوبل للسلام في نفس التوقيت اللي أياديه ملطاقة بدماء أبناء إثيوبيا في التجري وده موضوع داخلي لا نتدخل فيه لكن خليني بس أقول لحضراتكم أنه 6 مليون بيتعرضوا لعملية إبادة حقيقية وإحنا كلمنا أول ناس كلمنا بجراءة وبإنسانية عن هذا الموضوع في هذا المكان لكن بقول للإدارة الأمريكية كنت أنتظر أن الإدارة الأمريكية الحصيفة الزكية أن هي يكون المكالمة التلفونية بين بلينكين وبين أبي أحمد حول القضية الأخطر القضية الأخطر في تقديري هي قضية صد النهضة اللي مش بيأثر بس على 6 مليون بيأثر على 160 مليون بقول للإدارة الأمريكية أولويات الإدارة الأمريكية فيما يبدو لها أعتقد أن فيها عملية لخبطة الإدارة الأمريكية مثل لخبطة تحت دعاوة نظرية بتقولها حقوق الإنسان وغيره والمصالح على الأرض وأنا بقول تاني للإدارة الأمريكية وبقول لدول الاتحاد الأوروبي أن قضية صد النهضة هي القضية الأهم مش الأهم بالنسبة لنا بس والأهم بالنسبة لكم كمان وبقول هذا كلام مرارا وتكرارا ولن أمل من تكراره أن الدول الغربية والإدارة الأمريكية بتتعامل بأكثر من وجه في هذه القضايا بتتعامل بنوع من البرجماتية الخاطئة في نوع من السراب في التفكير عدم الرؤية الجيدة لما يجري بقول تاني أن الإدارة الأمريكية والأوروبية بيزعجهم بشكل كبير جدا كما يزعجنا أيضا ما يجري في إقليم التجري من عمليات ضد الإنسانية ده بيزعجنا أكثر من الإدارة الأمريكية لأن إزعجنا حقيقي مش مزير لكن الأهم في المنطقة أن يكون فيه تأمين وفيه أمان وفيه سلام وفيه هدوء في منطقة القرن الإفريقي وشرق الإفريقيا اللي بتهتمي بها الإدارة الأمريكية بقول أنه عدم التوصل إلى حل وعدم التواصل إلى اتفاق فيما يخص سد النهضة بيمثل تهديد لاستقرار أكثر من 160 مليون مواطن في مصر والسودان بقول تاني أن الإدارة الأمريكية بتعلم وبتعرف جيدا من خلال تواجدها على الأرض في إثيوبيا من خلال أزرعها الموجودة في إثيوبيا أن إثيوبيا بتناور وبتراوغ وبتحاول أن تخلق واقعا وبتحاول أن تعيد تاريخ وبتحاول أن تصنع تاريخ على حساب حقوق ثابتة وراسخة ولا يمكن لأحد أنه هو يسطو على هذه الحقوق في كل أحوال كل دولة لها حسابتها لأنها تدخل في هذا لكننا نتحدث ونقول بأعلى صوت أنه هناك أخطاء أوروبية وأمريكية وتباطئ أوروبي أمريكي فيما خص سد النهضة وما قبل الأزمة وما قبل عملية وقوع الرأس في الفأس كما يقولون أنه الأمر سيصبح أكثر تعقيدا والتعقيد ليس في المنطقة وإنما في لكل هذه الدول وأنا قلت قبل كده أنه أبواب أوروبا مهددة بأزمات بموجات من اللاجئين لا قدر الله أنا مش بخوف أنا بوضح أنا مش بهدد أنا بوضح للناس أنه هناك تدعيات ربما لا تكون مرئية بشكل كافي لكن هي حقيقة وموجودة على الأرض في كل الأحوال النهاردة أبي أحمد بيكلمه بلينكين بيقول له يا سيد أبي أحمد والنبي يخف أديكو عن الناس كفاية اختصاب كفاية قتل كفاية تشريد خلي أصحابك بتوع عدد رئيبش